أهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكل الأهلوية اللي بيبدأ معنا حلقة النهاردة مفيش صفقة أعتقد يعني على مدار سنين طويلة انتظرها جمهور النادي الأهلي زي ما انتظر صفقة أنتوني مودست مهاجم النادي الأهلي الجديد الدولي الفرنسي ومهاجم بروسيا دورتموند السابق خدوا بالكم أنتوني مودست لما انتقل لبروسيا دورتموند كان اختيار إدارة فريق بحجم ونادي بحجم روسيا دورتموند عشان يكون عوضا وبديلا لأيرلينج هالند القصة مع مودست فيها كلام كتير جدا مش هقولك أنها صفقة السوبر اللي تراهن عليها بنسبة مليون في المية ومش هقولك أنها صفقة عادية لكن أنا دايما بميل لفكرة التجربة لكن من حيث الإمكانيات عندي قناعة جبيرة جدا أنه مودست هيكون واحد من أهم المهاجمين اللي جمع لنادي الأهلي صرف النظر عن مدة تعاقد لعب معنا موسم أو لعب معنا أكتر ما عندي شك أنه قادر يملى ويكون جدير بتيشرت النادي الأهلي كلام كتير قوي على مودست هنقوله النهاردة خليني بس أطمنكم على بعثة النادي الأهلي اللي تحركت بالفعل يمكن من دقايق قليلة جدا تحركت طائرة النادي الأهلي للسعودية وتحديدا طبعا في اتجاهها لطائف عشان تستعد لمباراة اتحاد العاصمة الفريل سبقنا اتحاد العاصمة تحرك بدري عننا شوية النهاردة لكن الأهم بالنسبة لي في القصة أنه الأهلي إن شاء الله هيكون كامل العدد سفر الفريل النهاردة يتبقى عليه بس أنه يلحق بالبعثة عليه معلول اللي بعد انتهاء مباراة مصر وتونس النهاردة المباراة هتلاحب إن شاء الله في سد القاهرة الساعة 8 مساء طبعا دي لقطات الأخيرة قبل ما طيارة الفريق تتحرك في اتجاهها للمملكة العربية السعودية وكابتن خالد بيبو طبعا قائد الفريق كابتن محمد الشناوي ونجمنا محمد هاني كل البعثة الحقيقة جاهزة للمباراة وسافرة النهاردة اتبقى بس طاو وعلي معلول واحد منهم النهاردة بالليل واحد منهم بكرة الصبح وبالتالي قائمة الفريق كامل العدد موضس كمان موجود مع بعثة الفريق وسافر معهم اتمرن مع الفريق النهاردة وهنستعرض مع حضراتكم لقطات للتمرينة اتمرن مع الفريق النهاردة صبح وموجود تحت أمر الجهاز الفني إن شاء الله في مباراة السوبر الإفريقي كلام طبعا على مشاركته وحقية مشاركته في بطولات الاهلي المختلفة دي لقطات من تمرينة النهاردة الصبح استقبلت يعني دخل في الأجواء سريعا ما خدش وقت انتوني مودس للدخول في جو النادي الاهلي اللعيبة الحقيقة استقبلته استقبل كويس جدا واللقطات اللي انتوا هتشوفوها بتأكد على أنه يعني الايس بريكينج زي ما بيسموه أو دوابان التالج زي ما بيقوله حصل بسرعة جدا مع انتوني مودس ودخل فيه زي ما انتوا شايفين كده حالة الاستقبل التقريدي يعني الانتوني مودس دخل مع الفريق ونتمنى له ان شاء الله التوفيق وعندي كلام كتير بالأرقام عليه النهاردة طبعا شارك مع الفريق في الميران الصباحي الميران الأخير قبل بداية رحلة السفر للسعودية بس عشان تبقوا عارفين برضو يعني هو موجود ويحق له المشاركة مع الاهلي في مباراة السوبر يحق له المشاركة باختصار شديد عشان اجيب لكم من الآخر عشان قصة دي فيها يعني انأسف عك كتير انتوني مودس يحق له المشاركة مع الاهلي في جميع البطولات في الموسم المقبل باستثناء مباراتين فقط لغير سان جورج زهابا وعودة او زهابا وقيابا مبارات دور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا هم دول المباراتين الوحيدتين التي اولتين لا يحق لانتوني مودس المشاركة فيهم فيما عدا ذلك يلعب كل البطولات ويشارك في كل المبارات دوري كاس دوري أبطال أفريقيا سوبر ليج أفريقي سوبر إفريقي مع اتحاد العصيمة كاس على من دي كل البطولات يحق له المشاركة فيها اذا ما اراد طبعا اذا ما ارتقى ميستر مارسل كولر انه جاهز المشاركة وفي قصة جاهز المشاركة دي اعكر لحضرتك انه هذا الرجل في كامل ليقته البدنية والفنية صحيح هو ساب بروسيا دورتموند من حوالي ثلاث شهور او يمكن اكتر لكنه خاط فترة الاعداد بالكامل مع نادي كل نادي او كولون الألمانية فبالتالي هو من ناحية البدنية جاهز انا بشوف انه هتبقى مخاطرة جبيرة جدا او مجاسفة جبيرة من ميستر كولر انه يدفع به في مبارات السوبر الافريقي اعتقد انه محتاج شوية وقت عشان يوصل للتوب فورم عشان يوصل لدرجة الانسجام الكاملة عشان يوصل لانه يهدم ويفهم الدور المطلوب منه من قبل ميستر مارسل كولر لكن ممكن ياخد جزء المباراة وممكن جدا جدا نفاجأنا كولر اللي عودنا عن مفاجآت ويحط انتوني مودست من بداية المباراة في التشكيل الاساسي لكن يهمني نقف مع قصة السن انا اتكلمت من اول ما تم طرح الاسم وقلت لحضراتكم انه انتوني مودست يعني ممكن يكون واحد من الصفقات المحتملة او المرشحة لانتقال للنادي الاهلي اتكلمت بتحديدة عن جزء السن لان كل الناس هنا او اغلب الناس مش عايز اقول كل الناس اغلب الناس تناولت الموضوع من جانب يقتصر فقط على فكرة انه مهاجم كبير في السن واحنا اتكلمنا مبارا وضربنا امثلة كبيرة جدا بمهاجمين استمروا مش بس استمروا في الملاعب لسن الثمانية وتلاتين وتسعة وتلاتين والاربعين والواحد والاربعين لكن كمان كانوا خادرين على صنع الفرق ولما تتكلم على داونجريد وهو داونجريد عشان نبقى يعني سرحة مع بعض لما تتكلم على النقلة نفسها الداونجريد لما يحصل من اوروبا لأفريقيا ولما يحصل من الدوري الألماني للدوري المصري دي حاجة ما تعبناش يعني ما فيش حد عائل او حد عنده جزء بسيط جدا من المنطق والموضوعية ممكن يقرن الدوري الألماني بالدوري المصري لذا داونجريد عنيف جدا مستويات هناك في حتة تانية خالص الاندية هناك كلها في حتة تانية خالص اللاعبين والمدافعين والمدربين والخطط واللاقة البدنية كل الكرة هناك مختلفة تماما عن كرتنا هل دا يقلل من نادي الأهلي بالتأكيد لا ولو مش هبالغ ولو كنت شوية ممكن تقول عليها متحيز أقول لك أنه النادي الأهلي يقف مع الأندية الكبيرة في ألمانيا تتتت بس سناء باير ميونيخ يعني أي نادي تاني في ألمانيا لو أنت النهاردة وجهته في مباررة سمية في بطولة زي بطولات كاس العالم ولو بروسيا دورتموند هو بطل دوري أبطال أوروبا وهي وجهنا في كاس العالم أنا هقول لك أنه 80-90% من جمهينادي الأهلي عندها يقين الأهلي يكسب بروسيا دورتموند في كاس العالم الأهلي غير يمكن حتى هو شخصيا مودست ما يكونش فهم ده ممكن يكون سمعه ممكن يكون يكلمه ممكن يكون يعني هي جوجل أو يعني يعني ابتدى يدور عن نادي الأهلي يقرأ عن تاريخه ويشوف فيديوهاته لكنه يعيش جوه النادي الأهلي وأنه يخوض البطولات مع النادي الأهلي وأنه يشوف جمهور النادي الأهلي دي قصة تانية خالص دي قصة تانية خالص وبالتالي طبعا يعني أنا أعتقد أنه وجهة نظره أساسا عن الكرة المصرية وعن الكرة في أفريقيا هتتغير بشكل كبير تجربته الوحيدة اللي خارج أوروبا يمكن كانت في الصين وكانت تجربة مختلفة شوية مشواره أكتر من رائع عدد الأندية اللي لعب لها في أوروبا لعب في فرنسا ولعب في إنجلترا ولعب في ألمانيا ولعب لمنتخب فرنسا وبالتالي أنت بتتكلم على لعيب إمكانياته كبيرة جدا وانضمامه أو الأسماء اللي انضم ليها ولعب فيها في مسيرته الكروية تقول أنه بالتأكيد صفقة من أهم الصفقات اللي لعبت في الدولة المصري مش بس اللي انضمت للنادي الأهلي نتمنى له التوفيق إن شاء الله ونتمنى ظهور موفق في مركاته وأعتقد أنه كل الأهلوية السندي راضين عنه يعني الحقيقة ثلاث صفقات النادي الأهلي يمكن من حيث الكم ما كانش العدد اللي كنا مستنينه ممكن نكون كنا مستنين تدعيمات في بعض المراكز التانية زي مركز المدافع أو زي المساك أو مركز الباك الشمال مع علي معلول لكن رهان وقناعات كولر إنه مكتفي يمكن يكون في المركاته شتوي لنا كلام تاني لكن في النهاية من حيث الكواليتي من حيث الكيف أعتقد أنه جمهير الأهلي بشكل كبير راضية جدا عن انضمام الثلاثي إمام عشور ريدا سليم أنتوني مودست عودة أكرم توفي وكريم فؤاد من الإصابة بالتأكيد إضافة قوية جدا وعودة صلاح موصن وكريم ندفد من الإعارة أعتقد مركاته أرضى طموح وغرور كل الأهلوية بالأرقام عندنا كلام كتير جدا عندنا كلام على المواجهة يوم الجمعة اللي جاية المباراة اللي هتتلعب في الطاق في الساعة 9 هنا بتوقيتنا في القاهرة مع واحد من نجوم الكرة الجزائرية أنتر بن يحي هيشرفنا النهاردة من خلال فيديو كونفرنس فيه وهو طبعا كان المدير الرياضي مش بس طبعا لعب واحد من أهم نجوم الكرة الجزائرية ومنتخب الجزائر وواحد من اللاعبين اللي احترفوا أصحاب مسيرة طويلة في أوروبا لكنه كمان كان المدير الرياضي لنادي اتحاد العاصمة هندردش معه ونتكلم شوية عن الكرة الجزائرية وعن السوبر الأفريقي يوم الجمعة اللي جاي قبل ما نبدأ حلقتنا وزي ما تعودته قبل ما ندخل في التفاصيل فاصل ونرجع لحضراتكم هي قصة وكلاء اللاعبين دي محتاجة حلقة عشان نتكلم فيها لأنه المهام الوظيفية إنجاز التعبير يعني أو التوصيف الوظيفي لفكرة وكيل اللاعبين بره في أوروبا يختلف تماما جدا عن قصة عندنا هنا في مصر والأرقام طبعا نحن نتكلم على ناس جمهور الكرة يمكن ما يحسش بيهم بشكل كبير جدا لأنه لكنهم واحد من أهم الأضلاع الرئيسية في نجاح مشوار الأنداء ومشوار اللاعبين نفسهم وشوفنا على سبيل المثال أنا بتهيألي طبعا جزء كبير من النجاح مثلا لو خدنا على سبيل المثال محمد صلاح هو فكرة وكيل اللاعبين اللي قدر أنه ياخد صلاح ويمشي معه مشوار بعيد جدا ويوصل بيه لمستويات من النجاح ما كانتش ممكن تتكرر مثلا مع وكيل مصري مش تقليلا أبدا من الوكال المصريين لكن للأسف شديد يمكن يعني الجزء الأكبر عندنا هنا في مصر بيتم اغتزاله في فكرة السمسرة لحظة عقود البيع والشراء والتوقيع أكتر من كده الأدوار ممكن تبقى محدودة شوية وعدد قولاي القوي هو اللي بيقدر أو بيحاول يشتغل ومجرد ما تم ملي على أن أخذ بال همتكلم على لاعب دولي في منتخب كبير منتخب بطل عالم منتخب مرشح دايما لأنه يكون صاحب مركز أول أنتوني مودست مهاجم دولي في منتخب فرنسا أو كان مهاجم دولي في منتخب فرنسا لعب مع منتخب فرنسا أيضا وجوده في المرحلة الأخيرة مع بروسيا دورتمون ممكن حد يقول الأرقام ومش الأرقام والموسم الأخير أخير ما كانش موفق قوي بالعكس يمكن لما تقارن أو تشوف أرقامه ومشواره وتأثيره مع كل الأندية وأنا أستعرضها معك النهاردة عشان أنا بحب قوي لغة الأرقام وبحب قوي قصة الوراء والألم تشوف أنه قد إيه هو لعب مؤثر ومعنديش شك كمان أنه في التوقيت ده أو في المرحلة دي الخبرة بتلعب دور كبير جدا 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 وأعتقد أنه مستر مارسل كولر يقدر وده رهان تاني أنه أنتوني مودست مع مارسل كولر توليفة دويتو تقدر تراهن عليه جدا 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 في نجاح الصفقة إن شاء الله وإنها تأدي الدور المطلوب منها في الفترة اللي جاية لكن هرجع مرة تانية للمشوار وللخبرة طبعا طائرة بتاعت النادي الأهلي أقلعت من مطار القاهرة ودي لقطات لطائرة النادي الأهلي اللي طبعا بتسفر يعني على ماتنا طائرة خاصة للمملكة العربية دي شطات من داخل طائرة النادي الأهلي نتمنى لهم طبعا يوصلوا بالسلامة وأنتبع مع حضرتكم على مدار الأيام اللي جاية يعني بكرة حلقة السادسة هنخصصها بشكل كبير جدا طبعا لتفاصيل رحلة الأهلي في السعودية في أول نهاردة كان فيه تمارينة صبح تمارينة خفيفة كده 40 دقيقة تقريبا وشارك فيها مودست زي ما حضرتكم شفته في الدقائق الأولى من حلقة النهاردة واللي عيبست تقبلته ودخل في الأجواء وبأكد مرة تانية أنه من ناحية البدنية هو جاهز من ناحية الفنية هو جاهز يبقى فكرة قدرته على أنه يدخل مع مستر مارسل كولر يدخل مع الفريق حالة الانسجام ولو أني أعتقد أنه لاعب خد بالك أنت تتكلم على لاعب لعب في 14 نادي تقريبا طول مشواره ففكرة الانسجام فكرة أنه يدخل ما أعتقدش أنه هتاخد منه وقت كبير وأعتقد كمان الجزء اللي يضيف لمارسل كولر اللي الناس ممكن تشوف فيه ناحية سلبية أنا معاك طبعا أنه السن كبير مش هتقدر تستفيد به لسنين طويلة الاستفادة بتاعتك كنادي أهلي ممكن تكون مقتصرة على النواحي الفنية النواحي المالية مش هتقدر بعد ما تشتغل معاك أو يشتغل معاك سنة أو اثنين موسم أو اثنين تقدر تبيعه تكسفه لكن ما عنديش شك أنه حجم التحديات الموسم ده على الأقل ممكن جدا جدا أنتوني مودست يعني موهبته وخبراته تنفجر وتضيف لنادي الأهلي اللي كان بيدور عليه مستر كولر كولر بيدور وبينادي من ساعة مجل نادي الأهلي إنه محتاج مهاجم بموصفات أنتوني مودست قد كان راجل عنده إمكانيات كبيرة جدا داخل الصندوق ويختلف جملة وتفصيلا عن كل مهاجم النادي الأهلي سواء كنت بتكلم على كهرباء لستايل ومختلف تماما أو عن صلاح محسن اللي برضو ليه سايل ثالث فبالتالي الثلاث أوراق دول هيخدموا قوي تحضير مستر مارسل كولر لمشوار بطولات النادي الأهلي إن شاء الله وأولها طبعا مبارات اتحاد العاصمة السنة الجاية نستنى نستنى بحب دايما خير التجربة أو خير دليل دايما عن طريق التجربة جرب وشوف وحكم بنفسك في الآخر صفقات كتير جدا جدا انتظارنا منها كتير وكانت النتيجة مش على مستوى التوقعات وصفقات تانية انتقضناها وهجمناها وما كناش راضين عنها وأصبحوا من أهم أوراق ونجوم الفريق مش على مستوى الأهلي بس بكلم عن مستوى الدوري المصري اللي تبعنا بالمناسبة ورعيتهم بارح والوراعة اللي هنستعرضها النهاردة طبعا مع نجمنا الكارت الكبير محمد حشيش ونشوف مشوار النادي الأهلي ونحن نتكلم على دوري نتمنى أنه يكون مميز على الرغم من تحفظي شوي على تأخر الإعلان عن جدول المباريات أو ترتيب جدول المباريات لأنه الجدول مش كامل لغاية النهاردة احنا معرفش مطشطنا كل الأندية مش بس الأهلي مطشطنا هتتلعب إمتى ودي بالنسبة لي علامة استفهام الكلام اللي بيتقال دايما على فكرة أنه المسابقات الأفريقية طبعا ده جزء من بالمناسبة خلينا أقول للشكل الإيجابي يعني أشيد بالحاجات الإيجابية واحد على مستوى الحدث على مستوى التنظيم على مستوى النقل على مستوى الموقع أو المكان الصورة كانت ولا أروح على حقيقة فكرة كمان أنه نحن نبتدي نطور في شكل المنافسة وإعلان جوائز على مدار الموسم أحسن لعب شاب أحسن جول كيبر أحسن لعق أحسن مش عارف لعق يعني الكلام ده كله شيء برضو يحسب للربطة زيادة عدد الجمهور أنا أكلمك بصراحة بالنسبة لي كانت مخيبة للأمال يعني كنت متوقع الحقيقة أنه الأرقام تروح لأبعد من كده بس أعتقد أنها خطوة نتمنى أنها تكون خطوة وأتمنى مع الدور التاني نشوف نحن نتكلم طبعا السيد أحمد دياب أو النائب أحمد دياب مبرح كان بيكلم على عشر تلاف حضور جماهيري في كل مباراة يعني كل فريق خمس تلاف مشجع يعني الزيادة عن الموسم من سابق بس كانت ألفين مشجع لكل فريق وبالتالي ما كانتش على مستوى تواقعات الشخصان كنت أتمنى الحقيقة أنه الرقم يكون أكبر من كده وخصوصا أنه عندنا تجارب في مطشاط زي مطشاط النادي الأهلي في بطولة أفريقيا شفنا تنظيم شفنا حضور جماهيري أكتر من رائع شفنا صورة مفتقدينها في ملعبنا مفتقدينها بجد في مطشاط الدوري المحلي هتحلي بشكل كبير وبعدين في النهاية يعني ما عندناش أندية شعبية وجماهيرية كتير لو عديت من الثمانتاشر نادي اللي بيشاركوا في الدوري هتلاقي ستة سبعة بالكتير قوي تمن أندية جماهيرية فبالتالي مش هتبقى مشكلة كبيرة قوي لو زاد الرقم عن كده لكن في النهاية نتمنى أنها تكون خطوة في مشوار زيادة عدد الجمهور فاصل ونستقبل نجم الكرة الجزائرية أنتر بن يحيا معنا في السادسة ما فيه شك أنه لقاء بين اتنين من عمالقة القر على مستوى الكرة المصرية والكرة الجزائرية لازم تعرف أنه الدولتين الحقيقة يعتبروا من القوة العظمى على مستوى أفريقيا عادة الكرة الجزائرية على مستوى العندالي الزهور مرة تانية بتتويج اتحاد العاصمة ببطولة الكنفدرالية وبالتالي عشان نتكلم على لقاء مصري جزائري بين الأشقاء إن شاء الله يوم الجمعة الجاية بيساعدنا أن نصديف واحد من نجوم الكرة الجزائرية لقدمونا نجوم كتير يعني مشوار طويلة مع الجزائر من رابح ماتجر وصولا للرياض محرز وما بينهما أسماء كبيرة جدا قدمتها الكرة الجزائرية لقرى الأفريقية منهم طبعا نجمنا النهاردة ونجم بوخهم الألماني السابق ونجم المتخب الجزائري عن طريحية برحب بك على شاشة الأهلي وبشكرك أهلا وسهلا بك في السادسة شكرا جزيلا شكرا لإصلافتكم شكرا لدعواتكم لي وهو من دواعي الفخر والسرور لأن أكون معكم يعني بداية قبل ما تكلم على المباراة المنتظرة في جزائر وفي مصر بيتهيألي كان لك تجربة في ألمانيا وتدربت تحت قيادة مارسل كولر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي تجربتك مع مارسل كولر أهم الحاجات التي استفدت بها كلاعة في وقت وجود كولر كمدير فني لعنطر يحيا ورأيك في قدومه لقارة أفريقيا وتوليم مسؤولية النادي الأهلي مارسل كولر كمدرب وكإنسان هو شخص رائع أنا شخص أقدره بشدة هو واحد من أفضل المدربين وفي كل تاريخي في كرة القدم هو أثر هو من أفضل المدربين أثروا في تاريخه فعرض أن أتحدث عن مارسل كولر في أفضل المدربين أخرى وإنما أتحدث عن مارسل كولر إزايج استقبلت خبر قدومه لأفريقيا وتوليه مسؤولية النادي الأهلي وشفت إزاي مشواره أو بداية مشواره في الموسم الأخير بتتويجه بكل الألقاب في كل البطولات اللي شارك فيها طبعا باستثناء بطولة كاس العالم الأندية أنا أود أن أوجه التهاني للأهلي ومارس الكولر ودائما نحن على صلة واتصال مع مارس الكولر أنا وهو هو دائما ما يبعث لي في عيد ميلادي رسالة لتحنائتي ولكن هو شخص مثالي وشخص استثنائي وعندما ذهب إلى الأهلي حنأت وتحدثت معه وتحدثت وقلت له أن المهمة ليست بالسهلة لأن الأهلي فريق بطولات اعتاد على الحصول على جميع البطولات وهذا شيء صعب جدا ولهذا كانت مسؤولة صعبة ولكني كنت سعيد جدا له أن يكون مدرب لفريق يحمل الألقاب بهذا الشكل وسأتمنى دائما له النجاح والتوفيق مع هذا طبعا في المباراة القادمة أمام اتحاد العاصمة أكيد أشجأه فريقي القديم أكيد أنا مشجأ له أكيد قبل بردو ما تكلم في المباراة يمكن من ساعات تم الإعلان عن صفقة النادي الأهلي الجديدة وأحد لعابي الدوري الألماني والعابي بروس دورتموند السابقين هو الفرنسي الدولي أنتوني مودست برأيك في الصفقة دي وإزاي بتشوف إمكانيات المهاجم أنتوني مودست بما أنك أكيد تبعته في الدوري الألماني أنتوني مودست أنا أعرفه بشكل شخصي أنا أعرفه عندما لعبت في نيس هو كان اللاعب صغير في السن وعندما ذهبت إلى بوخوم هو أحرز العديد من الأهداف الكثيرة في ألمانيا هو لاعب سريع جدا لاعب يستطيع الوصول للمرمى في أسرع وقت أتمنى أن يستطيع التغتل في كرة القدم الأفريقية أنا أعلم أن لدينا بعض الظروف في كرة القدم الأفريقية ولكن هو لاعب رائع ولكن الشيء الإضافي هو أنوارسي الكولر يعرفه جيدا طيب أنت كنت مدير رياضي سابق أعتقد لفريق اتحاد العاصمة وهو أنا أديك المفضل زي ما أنت تكلمت من شوية واحد طبعا بهنيك على فوزه ببطولة الكونفدرالية لكن بالنسبة لنا هنا في مصر يمكن فيه نقطة ممكن تبقى شوية محتاجة توضيح منك فكرة أنه الفريق الفائز ببطولة الكونفدرالية على مستوى قارة إفريقيا قدر يحقق بس المركز الاثناشر في الدولة الجزائرية ودي مفارقة محتاجين أننا نستوضحها منك نعم السؤال رائع جدا وسألت مهم جدا وعندما نرى أن التحاد العاصمة يفوز بالكأس الكونفدرالية وفي الدوري لم يستطيع أن تحقيق لقب قوي ولكن البطولة في الجزائرية بطولة الدوري الجزائري صعبة جدا ليس بسهل سوف أشرح لكم ليس بكثير ولكن البطولة كانت صعبة جدا السنة الماضية والفريق في التحاد العاصمة لم يكن على المستوى الأفضل له وأعتقد أن اللاعبين لا أعرفهم كلهم ولكن أرى أن المنافسة كانت صعبة ولكن مع مدرر عبدالحق بن شيخها هو أدى أداء رائع ومستوى رائع في الكونفدرالية ولكن أعتقد أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا الأسنين البطولة والدوري في نفس الوقت من علامات الاستفام كمان فكرة رحيل عدد كبير جدا من اللاعبين من فريق اتحاد العاصمة والأغرب يمكن في القصة هي رحيل اللاعبين اللي كانوا نجوم الفريق تقدر تقول عدد من الأسماء كانوا يعتبروا من الأعمدة الأساسية في الفريق رحلوا عن فريق اتحاد العاصمة بعد التاتويق بالكونفدرالية وتم استبدالهم أو تم شراء أيضا عدد كبير من اللاعبين من وجهة نظرك إيه السبب في ده وإزاي ده ممكن يأثر على الظهور أو الشكل اللي يظهر باتحاد العاصمة في مباراة يوم الجمعة مباراة السوبر أمام الأهلي أعتقد أن المباراة القادمة ضد الأهلي هي مباراة صعبة جدا في الأهلي فريق قوي جدا لديه العادة على هذه المواجهات ولكن هذا طبيعي اللاعبين يستطيعون أن يذهبون في أي وقت وبعض اللاعبين يستطيعون أن يبقوا في الفريق وهذا لن يؤثر على فريق اتحاد العاصمة في المباراة لا أعتقد هذا تماما أعتقد أن حركة اللاعبين وقوتهم وإراداتهم وتاريخ الأنبياء هو ما سيساعدهم على تحقيق أداء جيد خلال هذه المباراة الصعبة أمام الأهلي أعلم بشدة أن مارسي كولر لديه قوة في إقراءة المباراة ولكن أرى أن أتحاد العاصمة مازال يمتلك لعبي رعين إذا كنت بتتكلم داخل قط اللبس مع لعبي فريق اتحاد العاصمة أو بتتكلم مع عبدالحق بن شيخ المدير الفني إيه النصيحة التي توجهه له في مواجهة الأهلي بقيادة مارسي كولر لا تعلم أن أكون في مكانه ليس بالشيء السهل وشيء صعب جدا لا أستطيع أن أكون في مكانه الآن فليس في مكان سهل ولكن ما أتمنى له هو أن يفعل أفضل ما يستطيع وأن يركزون على أن يرجع باللقب لجمهور التحاد العاصمة والجمهور الجزائري بشكل عام وأتمنى أن ينتهي المباراة بشكل رائع وطبعا مع الأشقاء المشرين انتهت تصفيات بطولة أمم إفريقيا والبطولة على بعد يمكن ثلاث شهور من وجهة نظرك مين من المنتخبات مرشحة للتتويج ببطولة أمم إفريقيا قبل ما أفتح معاك ملف كاس العلي يوجد دائما نفس الأسماء التي تستطيع ظهور الفرق الكبا في أفريقيا والجزائر طبعا مصر طبعا أنتم سنغال الكاميرون وتونس والمغرب وطبعا هذه الفرق العطية هي دائما وكودفوار هما دائما ما يكون المشحين الأوائل ولكن دائما ما تجد المفاجآت أيضا مثل الفرق التي تظهر بشكل مفاجئ هم ليسوا بالكثير ولكن نرى كل مرة أن يوجد الفرق الذي تؤدي أداء رائع وتكون قريبة من تحقيق المفاجآت ونستطيع أن نقول دائما يكون الأولوية للفعل القوية ولكن تبقى أرضية الملعب هي الفاصل على مستوى الأندية يمكن يكون فيه سيطرة عربية على الألقاب الأفريقية سواء دوري أبطال أو بطولة كونفدرالية لكن على مستوى المنتخبات القصة يمكن مش على نفس المستوى فرص المنتخبات العربية وخصوصا كمان بعد تقلق المغرفي بطولة كاس العالم فرص المنتخبات العربية على وجه التحديد في المنافس على الألقاب من الأبرز من وجهة نظر عن طريحيا تعرفوا تماما أن يوجد جزء دائما في التصفيات جزء من المفاجأ أيضا يوجد طعم آخر في هذه المباريات المؤهلة للأمم الفقية أو لكاس العالم أعتقد مثلا بطولة أحيانا يتعادى الفريق على أرضية ملعبه وبعده ترى أن الفريق يفوز خارج ملعبه فالآن أعتقد أن كل الفرق على مستوى المنتخبات الإفريقية يستغلون بقوة ويعملون بقوة من أجل نجاح ولهذا أعتقد أن الفرق العربية والمنتخبات العربية تأخرت فقط في أخذ العمل الجيد ولكن الآن نرى أن الفرق العربية والمتخبات العربية يستغلون بشكل قوي يستغلون بشكل أقوى وأعتقد أن لا شيء متوقع أعتقد أن لدينا لعبون عرب يلعبون في أوروبا يلعبون في جميع الدول على مستوى الكرة الجزائرية ويمكننا عرينا في بعض التقارير والأخبار على فكرة أنه في توجه لدعم الأندية وخصوصا الأندية الشعبية في الجزائرية فوز نادي جزائري وعودة الأندية الجزائرية عن طريق اتحاد العاصمة للتتويج ببطولات أفريقية هل ده ممكن يكون مقدمة لعودة الأندية الجزائرية على المنافسة مرة تانية؟ هل بتشوف أنه الشكل الاستثماري أو دخول الاستثمار في كرة قدم في الأندية الجزائرية ممكن يغير من خريطة أو من قدرات الأندية الجزائرية فيما هو قدم يعني من موعد أو بطولات؟ نعم نعم هذا كان يوجد هذا هو فخر عظيء لنا أن تحاد العاصمة فازة بالكونفادرالية وأعتقد أنها بداية رائعة ويوجد دائما يجب علينا أن نكون حاضرين بشكل انتظامي وليس فقط كل عام أن نحظه على الأقب فقط نعم يوجد فرق قوية في البطولة الإتراقية شباب بولزداد الفريق القوي وكان البطل في العام الماضي وأعتقد أننا نجب أن نعمل ولا نتوقف أبدا لا يوجد سر أو صعوبة في الاستمرار في النجاح وفقط ما يطلبه هو العمل بقوة واستمرارية فالإستمرارية ما تجعلك قادة على الحصول على الأقب في جمهور كثير هيحضر مباراة الجمعة مباراة سوبر الأفريقي من الجزائر من جماهي الاتحاد العاصمة طبعا نعم طبعا أعتقد أن الجميع سيكون متوجدين من الجماهي الجزائرية ستكون متوجدين هناك لأن الجماهي الجزائرية سيتحدون الجميع عن في هذه المباراة وأعتقد أن كل الدولة يجب أن تكون مشجعة لفريقها عن تريحيا نجم الكرة الجزائرية ساعت جدا بوجودك مع نفسها ديسة وبشكرك مرة تانية على مشاركتك مع التمانيات بداية أنه لقاء يشرف وصحيح بطولة أفريقية لكن في النهاية الطرفين أشقاء وناديين عربيين فنتمنى إن شاء الله يكون لقاء مشرف للكرة العربية ولكرة الأفريقية ويظهر في أروع صورة وصديفه طبعا أرض عربية أرض المملكة العربية السعودية بشكرك شكرا جزيلا نهاردة كمان عندنا لقاء مهم جدا منتخب مصر مع منتخب تونس لقاء ودي استعدادا طبعا لمشوار منتخب مصر بقى في مشواره وسعادته لبطولة أمم أفريقيا اللي يمكن هنتكلم على المباراة نهاردة وأهميتها خد بالك منتخب تونس اللي جاي النهاردة يمكن يكون بيظهر بشكل مختلف لحد كبير عن منتخب تونس اللي ظهر في كاس العالم الأخيرة في قطر 22 منتخب نص قوامه تقريبا أو نص عدد لعبي من أصول تونسية ولكنهم من موليد أوروبا بأتجاه أو توجه دلوقتي في منتخبات شمال أفريقيا لكن خلينا كمان نكلم على منتخب مصر وتونس النهاردة المنتظر من المباراة وأوجه الاستفادة مع مستر روي فيتوريا مع الكابتل الكبير محمد حشيش اللي شرافنا في السادسة لكن بعد الفاصل مباراة الجمعة اللي جاية كتير من الناس تعتقد أو تظن أنها مباراة سهلة وأنا أتفق معك جزئيا أن مواجهة الأهلي والتحاد العاصمة الطبيعي والمنتظر والمفترض أنها تكون سهلة عن نادي الأهلي بس الكلام ده لما يكون في دور مجموعات لما يكون في دور تمهيدي لما يكون حتى في الأدوال الإقصائية في أي من بطولات الأفريقية لكن مباراة في بداية موسم ومباراة بطولة من مواجهة واحدة دي قصة تانية خالص مباراة يوم الجمعة الجاية مخطئ من يظن أنها مباراة سهلة والتحاد العاصمة عنده كل الدوافع والطموح المشروع أن يأخذوا البطولة على حساب النادي الأهلي فأظن أن الأهلي هي قابل 11 مقاتل في الملعب وخصوصا أنه معهم مدير فني كبير وهو عبدالحق بن شيخ هنتكلم مع حضراتكم على المطش ونقرأ شوية في أرقام متحاد العاصمة ونتكلم كمان على صفقة الأهلي اللي طال انتظارها أنتوني مودس المهاجم الفرنسي الدولي أهم مسيرته مع عدد كبير من الاندال كبيرة في أوروبا وأعتقد أنك تجيب مهاجم في الدولي المصري من الدولي الألماني وتحديدا من فريق بحجم بروسيا دورتموند كان ينافس على لقب البونز ليجا لغاية آخر ثانية وآخر دقيقة في الموسم الأخير أعتقد دي نقلة نوعية أرحب الأول بضيف النجم الكبير الكابتن الكبير محمد حشيش اللي بيشرفني النهاردة في أستدسة بعد طول غياب وكأنه كان مصمم أنه ما يجيش إلا لما تحسم الصفقة ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي ونهائي أجابة ابن محمد بساعة الخير وأهلا بك حبيب أبو حميد مبسوط أنه معاك النهاردة طبعا ويعني جايين في توقيت مليان أحداث الحياة حال وعلا ده في توفان أهلاوي على السوشال ميديا صفقة بمجرد الإعلان أنا أعتقد أنه منصات السوشال ميديا عالمية النهاردة بقتها تعمل حساب كبير قوي لأي صفقة بيعملها النادي الأهل الناس كلها طبعا كابت قابلنا كأننا عارفين القصة ومش عارفين النادي الأهل أصنعنا شخصيا وده سر نجاح النادي الأهل إنه هو يعني بيفكر كويس قوي واللجنة الكرة طبعا لغاية ما يصلوا لحاجة المناسبة في حدود الإمكانيات وفي حدود المتاح طبعا لأن أنا برضو عايز أقول للناس أن الدورات القريبة مننا دلوقتي صعبت المسألة دي علينا شوية الإمكانيات كبيرة هناك وطبعا كل اللعبة المحترفة بتروح على المبالغ الكبيرة إنما طبعا يظل النادي الأهلي اسم كبير وأي حد يتمنى أنه يبقى في صفوف النادي الأهلي باختيار طبعا أنا شايفه عن موجة نظري نجاحات مارسل كولر كانت واحدة من نجاحات مارسل كولر مع الأهلي الموسم الأخير والتحديات المقبل عليها النادي الأهلي أعتقد بالنسبة لأي لعب تمثل دوافع كبيرة جدا في أنه ياخد قرار من المقومة جميع الأهلي المحترفين اللي هم لهم أسماء زي مودست وبالعب في الدوري الألماني مهما كان المقابل هو برضو يهمه أنه هو يروح فريق اسمه كبير شعبية كبيرة بلعب بطولات إفريقيا بلعب في كاس عالم للأندية يعني نادي مصنف عالميا زي النادي الأهلي فدي حاجة طبعا بيفكروا فيها وأكيد برضو ده الدفع كبير صحيح اللي خليها طبعا يعني ياخد القرار ياخد القرار واعتقد أن وجود كولر برضو كان واحد من الأسماء مليون في المية مليون في المية طبعا لأنه يعني اسم معروف في ألمانيا ومعروف في أوروبا عموما تجربوا مع أندية الألمانية ومع منتخب النمسا بيشجع أي لعيب محترف أنه جاي عارف أنه في أيدي أمينة زي ما بيقوله مع مدرب كبير حيرتقي بيه وارتقي طبعا بالفريق ككل فدي طبعا خطوة الحمد لله شفت إزاي استقبل الخبر يعني أو حتى من بعد يعني مش بس متعلق بإعلان النادي رسميا عن الصفقة لكن من قبل كده ومن أول ما بقى فيه كلام إنه الأهلي بيتفاوض أو فيه مفاوضات مع أنتوني مودست شفت إزاي ردود الأفعال شفت إزاي الناس اللي حللت الصفقة أو شافت الصفقة بص هي بترجع للتحليل برجع للانتماءات يعني فيه أنا أكيد ناس فيه ناس مغرد عايزة تفتس أي حاجة في الدنيا يقول لك أصل السن أمش السن الراجل ده بيلعب من أكبر الدوريات في العالم والدور الألماني بالتحديد بيعتمد على القوة والسرعة والنحية البدنية وفيه احتكاكات جمدة وفيه قوة جمدة جدا جدا يعني فكون الراجل ده بيلعب بروسيا كمان فرقة من الفرقة اللي بتنافس في الدور الألماني ولها تاريخ كبير أكيد على مستوى والناس طبعا لما دخلت وشافت الفيديوهات بتاعته عنده خبرات كبيرة جدا لو استعرضنا طبعا الأحصائيات بتاعته وعمل كم ماتشات كبير جدا أعتقد يمكن فيه 400 مباراة أهداف كثيرة جدا جدا عنده أكتر من مهارة يعني أولا هو جسمه ما شاء الله كويس قوي وحوالي متر 88 سنطي كبير يليه بمهاجم طبعا محترم بيجيه ضربات الرأس عنده كمان انطلاقات وسرعات البرجة الواسع عنده كمان أهم حاجة وديه اللي كان محتاجها النادي الأهلي هو استخدال الفرص فيه الصندوق الحقيقة أكتر من هدف جاله اللي هم متخصصين في الكرة وفهمين كرة ده المهاجم الهداف اللي من الطراز العالي شوفناه في أكتر من حاجة مستنشي الكرة بقى يوقف ولسه هو عنده القرار عنده القرار من أكتر من زاوية الخبرة من وجهة نظرك كابتن حشيش تعود قصة السن يعني دايما بيتقال أنه في بعض المراكز في الملعب اللي ممكن ما تحتاجش فيها الفتنس المية في المية صحيح لكن تحتاج فيها الخبرة المية في المية المركز ده منهم وازاي شايف أنه ده ممكن يعظفهم الخبرة مهمة جدا جدا في المركز ده واحد يكون عنده إحساس المكان يعني نص الملعب أنت عندك مساحة كبيرة بتجري فيها بالعرض وتسلم من الديفنس وبتكمل إنما رأس الحربة بيبقى دايما محتاج خبرات وإحساس بالمكان إزاي كرة جيله واخد قراره على التلات خشبات ممكن أنت في نصف الملعب اللعيب ممكن يا أحمد يبصي بصة أسارة شوية يدها له مش مزبوطة أو إنما بالتحديد التارجت أو الهدف محتاج دقة تصويب والتخاذ قرار في وقت وعيد لأنك في رأس الحربة بالتحديد لو استنى الثانية أو أقل من الثانية على كرة ممكن يطلع برا وتحركوا جوه المنطقة وتعاملوا مع المدافعين اللي جوه المنطقة مرتبط بشكل كبير جدا يعني أنا بكلم حتى في الوقت اللي كرة مش جايله أو كرة بعيدا تحركوا ده محتاج خبرات كبيرة جدا هي دي الخبرة زي يسرق المدافع زي ياخد المكان الصح أو يتوقع الكرة هتجيله فين في المكان الصح دي كلها خبرات ومن الخبرات الكبيرة بتاعته بيبقى عارف الكرة لما مثلا الطرف اليمين يوصل لغاية الخطة هلعبها ازاي هلعبها ريبة هلعبها البعيدة هيرجعها الوراء لو واحد متأخر شوية وعايز يعمل لونج باس يبقى فين أنا بتيالي يعني الكمبو بقى مش هكلم بس على صفقة أنتوني مودست كولر وهو قاعد بعد نهاية الموسم مسك الوراء والقلم كده لما فكر في الصفقات اللي ممكن تضيف له هو دايما كان التعليقات بتاعته في المطسط حتى اللي بيكسبها النادي الأهلي أو الحتة اللي ما كانتش بالنسبة له مقنعة بالنسبة 100% هي الحتة الهجومية صحيح فكان دايما دايما ما صار تعليقات منه في مؤتمرات الصحفية بتهيالي التركيبة بتاعة السلسي اللي عمله الأهلي في مركاته ده ريدا سليم مع أنتوني مودست وموراهم إمام عشور بيقفلوا جزء كبير جدا من الجاب اللي كان بيكلم عليها هو كاد يكو وطبعا لازم أحط معهم معلول لأن الكروسات معلول طبعا واحد من أهم صناعي الأهداف خدوا بالكم معلول واحد من أهم صناعي الأهداف للأهلي مش في الجيل ده على مدار تاريخه كله هكمل لك على دي بقى كلامك طبعا مزبوط 100% يمكن أكثر واحد سعيد بالصفقة دي هو علي معلول لأن علي معلول من الناس اللي بتجيد طبعا الكروسات سواء من تحت أو بيوصل للخط بالعبعة القريبة على البعيدة فهو كان محتاج رأس حربة يترجم الكوردي يعني دي هتدي أفضلية العالم معلول صحيح يعني أعمله مثلا 15 كروس مثلا في الماتش فمحتاج أن الكروسات دي تترجم لأنني هتحسب له أسست وردى برضو وردى كروساته يعني واحدة من أهم موئزات ردى فكرة العرضيات بتاعته بيجيد اللعبة باليمين والشمال مهاري عنده الوان تو وان حتى برضو يعني يتميزه جدا فبالتالي من اليمين والشمال هيشتغل على مودست ومن وراء يكمل إمام وديانج ومروان والسولية يعني قدرات الأهلي هجمان نهاردة ده أنا عايز أقول لك إن ممكن قوي النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي أو المشاهدين لنادي الأهلي يشوفوا طريقة لعب جديدة شوية خلال فترة اللي جاية لأن الراجل حيبني طريقة لعبه على وجود بزت في المباراة يمكن ما كانش عنده زي ما بنقول راس الحربة لأن كهرباء محمد شريف بيوجود اللعب في المساحات إنها ممكن حتة الكروسات دي ما كانش برضو فيها إتقان أو الحاجات اللي بتقعف الثمانتاشر والكلام ده فبالتالي كان بيتلعب لهم لونج باس في المساحات أو كانوا بينزلوا لتحت ويفضوا يفضوا حد اللي جايين من تحت سواء اللي هم رقم تمانية اللي جاي من تحت أو لحد من الأطراف داخل للعمق وكده خلينا نأجل طريقة اللعبة دي لأننا عندي كذا سؤال وهل من متوقع أنه نشوف طريقة اللعبة دي أو نشوف السفقات دي في ماتش اتحاد العصامة اللي جاي ولا لا ممكن تبقى مخاطرة أو مجاسفة بيهم يعني خلينا نتكلم في ده بس ساعة نشوف أرقام أنتولي مودس كده مشواره وكاريره طويل جدا والنجح جدا مع سواء يعني مع أنديا كتيرة في أوروبا أو حتى في بدايته مع دي لحظات طيب طبعا دي المشاركات الدولية هو لعب مع منتخبات النشئين في فرنسا واضحة كده كابتن حشيش تمام تحت السبعتاشر تلت ماتشات سجل هدف تحت تمنتاشر ماتشين ما سجلش تحت ساعتاشر سنة تلت ماتشات سجل هدف ومشاركته الأبرز كانت في منتخب فرنسا تحت واحد وعشرين ستاشر مشاركة سجل فيهم ست أهداف طبعا أرخام كويسة أي لعب طبعا بيوصل للمنتخب لعب دولي من هو صغير فدي بتدي له خبرات كبيرة اللعبة طبعا الدولي دي أكسبته أكيد خبرات لأن لعب مع مدارس مختلفة اللعبة ما بيلعب مع مدارس مختلفة طبعا بتدي له نوع من الخبرة والسقل صحيح فدي طبعا حاجة كويسة شاف أنه أرقامه كويسة جدا طبعا نروح لتاريخ الأندية اللعب لها أنتوني مودست طبعا ده نحن نكلم على حجم الترانسفر أو قيمة السوقية لأنتوني مودست بلغت تقريبا حوالي خمسين مليون يورو ده الإجمالي ده الإجمالي طبعا لعب فعندية كتير في فرنسا نيس أنجي بوردو بوردو طبعا من الأندية الكبيرة وبعد كده انتقال لإنجلترا في بلاك بيرن روفرز وبعد كده عودة لفرنسا مرة تانية بوردو ثم باستيا ثم بوردو ثم الدولي الألماني لعب بداية طبعا مع هوفنهايم ثم كولن وكولن أو كولن هي اللي شهدت قمة ماجدو يعني أنتوني مودست بالنسبة لجماهير كولن يعني رمز كبير أو أسطورة من أساطير النادي بعد كده راح أعتقد دي تجربة الصين نادي صين اللي عرف الصين شوية وبعد كده رجع لكولن مرة تانية والصين ثم فترة بدون نادي كولن مرة تالتة ثم سانت تيام في فرنسا ثم كولن ثم أخيرا بروسيا دورتموند ومن بروسيا دورتموند الانتقال لنادي الأهلي المصر عندها كتير قوي وخبرات كتير دوريات كمان مختلفة دوريات مختلفة كل دوري منهم ليه طبيع عن دوري فرنسي عن الدوري الألماني عن الدوري الإنجليزي كل واحد منهم ليه طرق لعبة مختلفة جدا نوعية لعبة مختلفة في بعض الفرق طبعا بتعتمد على المهارة وفي فرق بتعتمد على القوة والسرعة زي ما بقولك أنه هو آخر حاجة طبعا الغات يمكن من شهرين ثلاثة بروسيا الدوري الألماني دوري خوي جدا ودوري بيعتمد في المقام الأول على اليقة البدنية العالية والاحتكاك وما فيش ظهر يعني بدون نقاش كده كابتر حاشيش أي لاعب يخش في قايمة بروسيا دورتموند طبعا بتكلم على لاعب كواليتي يعني وينك ما بيهزروش اختيار اختيار زاد بروسيا دورتموند يعني يمكن أكتر كمان من بار ميونيخ بار ميونيخ صحيح فريق قوي جدا لكن ممكن يكون بيعتمد على عدد من الأسماء النجوم لكن بروسيا دورتموند مدرسة تانية ومدرسة مختلفة ومنجم دهب بالنسبة لكل أنديت أوروبا كل سنة بيطلعوا أربع خمس صفقات بيبقوا من أهم النجوم في الكرة الأوروبية طيب نشوف كمان سريعا نتابع أرقام دي طبعا الدوريات أو أرقام وفي الدوريات اللي لعب فيها طيب ناخد الأهم أهم اتنين أو أهم تجربتين يعني عندنا في البونز ليجا نلعب 209 مباراة سجل 85 هدف و 17 أسيست وخد فيهم 22 كارت أصفر وكارت واحد أحمل في الليج آن أو الدوري الفرنسي لعب 136 مباراة سجل فيهم 31 هدف وصنع 8 أهداف وحصل على 9 كروت صفرة وكارت واحد أحمل دي أهم يمكن الأرقام أو أهم الأرقام اللي حققها أنتوني مودس أنا بالنسبة لي كمان أحمد يعني تعليق على دي أطار يمكن في نفس القصة مشواره التهديف الأروع كان مع أفسي كولن في كولن أو شارك في 157 سجل 79 هدف وعمل 10 أسيست في هوفنهايم لعب 62 مباراة بـ 23 هدف بـ 7 أسيست في بردوء الفرنسي 57 مباراة 15 هدف و 6 أسيست يبقى سيبك من بقية في أونجي وفي باستيا طبعا كان على مستوى التسجيل والصناعة مؤثر جدا جدا يعني لكن أنا أهمني أنه في الدولة الألمانية سواء مع كولن أو هوفنهايم مسجل تقريبا أكتر من 100 هدف أنك أنت تكون مهاجم بتلعب في الدوري الألماني واحد من أقض دوريات المحاك الرئيسي بالنسبة له خط 100 تسجل 100 هدف نادي الماء زي ما بنسميه عندنا هنا أنت مش هتفرح إما بيروح مثلا دوري مثلا من الدوريات العادية وتلاقي أهداف كثيرة ما ده طبيعي إنما لما تيجي تقيم على دوري دوري الألماني مع فرقة زي دي ويجيب الأهداف دي والأستات دي طبعا حاجة بالنسبة له كويسة جدا وبعدين زي بقولك كم المباراة أنا عندي المحاك بالنسبة لي كمان عدد المباراة تلاقي معظم اللعيبة اللي هي الأفزاز في العالم تشوف يعني كم المتشاط اللي لعبوها أرقام كبيرة جدا جدا لأنها بتدي خبرات وبتدي يعني طبيعة مختلفة اللعيب طيب أكمل معك أرقام أنتوني مودست وفرص مشاركته أو ظهوره في مباراة يوم الجمعة لكن طبعا كلامنا متواصل مع كابتن حشيش لكن بعد الفاصل طيب من مميزات مركته الأهلي السنة أنه اعتمد على لعيبة جواكر يعني ريدا سليم أو إمام عشور الصفقتين اللي حوسموا مبكرا تقدر تعتمد عليهم أو يقدر يعتمد عليهم مثل المحس الكولر مش أنت طبعا الكولر هو اللي هيوظفهم في أكثر من مركز في لعيبة تقدر تلعب بيها في مركز كثيرة جدا في الملعب وتوظفها بشكل مختلف في كل مباراة أنتوني مودست يعتبر لعب جوكر ولا مهاجم نمطي أو تقليدي بمعنى أنه الدور الوحيد مهاجم الصندوق الصريح تعالوا نشوف مع كابتن حشيشو معاكم المراكز اللي لعب فيها أنتوني مودست وأكتر المراكز اللي كان فيها فعلي واحد سنتر فرويد راس حربة سريع 363 مباراة أحرص فيهم 147 هدف وكان لي 42 أسست مهاجم تاني لعب ثلاث مباريات لم يسجل ولم يصنع جناح يمين لعب فيهم مباراتين لم يسجل ولم يصنع جناح شمال لعب أيضاً مباراتين لم يسجل ولم يصنع وده يمكن يكون إجابة على السؤال أنه ملوش غير مركز راس الحربة في الصندوق وهو ده واضح أنه أنه هو بيجيده اللعبة في الحتة دي بالتحديد عشان هو مصفاته كده وزي أقولك هو بيعتمد بشكل كبير جداً على وجوده في الثمنتاشر واستغلال الفرص اللي بيجيله سواء طبعاً بالتهديف بالرجل أو بالراس وهو ده ويمكن ده اللي عجبني في الاختيارات من النادي الأهلي السنادي أنه اختار الأماكن اللي هو محتاجها فعلاً يعني إحنا بقلنا فترة كبيرة بنقول عايزين راس حربة صندوق لأنه إحنا كولر كان بيوظف طريقة اللعب على حسب نوعية اللعبة اللي كانوا مجدينة أنت كنت بتقول في الأول أنه والد جداً السنة دي نشوف طريقة لعبة مختلفة لأنه زي ما بيقولوا إيه أنت المدرب الكويس اللي بيلعب بإمكانيات لعبته بظبوط يعني المدرب اللي هو بيرتقي بمستوى اللعب الفردي وبيوظفه مش في المكان بس في طريقة اللعب اللي تناسبه يعني إحنا شوفنا تطور لحمد فتحي المكان حتة ديفندر بس المكان بيكمل بيكمل إزاي الشحات برضو كان في فترة من فترات بلعب طرف يمين ثابت فجينا أنه توظف برضو ناحية الشمال في بعض المباريات وبيدخل العمق كتير ممكن بيعمل الدبل باس فعاليته زادت جدا فصناعه التزمين هو ده المدرب إن أنا عندي قماشة وما اللي أنا بعمل في التدريب أنا معايا راجل بتاع أحماله وبتاع إقماعة ومسلسات واتمرن كده وأعمل كده وأنت فاهم إزاي ما كل مدربين كده إنما المدير يعني اللي يقرأ في مدربين كتير في الملعب يحمد ما بينزلوش الملعب في التدريب وبسيب بتاع الأحمال وبتاع بيبقى عايز النهار ده يعمل حمل كده وهو بينزل بس كلمتين إنما المدرب أو الكوتش الصحي بقى اللي يوظف الناس دي ويعمل لهم طريقة لعبة تناسب الإمكانات بتاعتهم ومش تناسب كمان إمكانيات فرد منظومة كاملة ممكن طريقة جاريا كنت في أماكن معينة تخدم أنا وضع أنا وطريقتي في اللعب أنا مثلا بحتاج لنا أخش على جوة عشان أقدر مثلا أصوب أو أعمل دابل باس مش حلاقي الراجل بتاع السندو وقف قدامي أقدر بتحركاته اللي على الأطراش وقف إزاي أنزل في بعض الأوقات أوضطر في مينو شمال عشان أخذ معايا حد من المساكين أوسح حتى في الثمنتاشر من واحد جاي مثلا من الأطراف أو من تحت فهو كولر عامل كده بالتغييراته السنادي أو بالانتدابات السنادي اللي عملها أنا أعتقد أن هتشوف ستايل جديد من طريقة اللعب تناسب فريق النادي الأهلي وأفراده وإمكانياته مع الانتدابات الجديدة راضي عن مركاته جدا جدا لحيث تلات لعيبة على أعلى مستوى وإن شاء الله يعني حيبان طبعا للناس كلها إن شاء الله لأن مهما بنتكلم غير طبعا للواقع صحيح شايف إزاي ملف في المحترفين أجنب في الأهلي نهاردة نهاردة عندي مودست عندي ريدا سليم عندي بيرستاو وديانج ومعلوم وتحت السن في كريستو طبعا لعيبة في أماكن مختلفة بصراحة شايف أنهم كل الناس دي على مستوى عالي يعني هكونا ملولة على بيرستاو أول ما جاء كان يعني صادف حظ مشتمام في موضوع الإصابات إنما شفنا الموسم اللي فات سواء أفريقيا أو محليا كان على أعلى مستوى ورجع منتخب جنوب أفريق ورجع منتخب ديانج برضو لأهلي تخصص رجوع منتخبات تيجي لأهلي ترجع منتخب على طول ديانج الحقيقة تطور السنة اللي فاتت كنا مشوف ديانج ده وقف قدام المساكين يدوبك بيقطع الكورة ويبصل لجنبه شفنا دلوقتي يمكن كله أضاف له حتة مهمة جدا إن هو إزاي يقطع الكورة ويستغل المساحات الفاضية ويروح فيها ودي تبقى بتبقى صعبة على الفرق التانية لأنت مش متوقع أن الديفندر بيرقص ويروح في الحتة الفاضية بيبقى جايز زيادة عددية عليك ما بتعرفش تعمل إيه تقابله ولا تستنى يعني كان عمل درباكة في مطشط كتيرة جدا جدا وشفناه كمان بيهدف يعني طبعا علي معلول ده محدش تكلم عليه لأنه ابن النادي الأهلي وقاعد بقى له فترة كبيرة وراجل متقلق حبيبنا علي وهو كمان من أهم حاجة في علي بصراحة يمكن من أحسن محترفين اللجوم مصر والنادي الأهلي صحيح إن الأهم إن هو مستوى السابت خلال السنين دي كلها مش هنقدر نقول علي أصل السنة اللي فاتت كان كذا أو اللي قبلها كان كذا أو لا هو الحياة بلعب مستوى السابت طبعا ده جزء مهم جدا في أوقات كتير جدا بتبقى الإمكانيات عظيمة المهارات كويسة جدا لكن عدم السابت في المستوى بيخلي المشوار بدري بدري وكم من لعيبة ما كانش حدي يختلف على موهبتهم طبعا بس هم للأسف فراتوا فيها هي بتعتمد على اللعيب عايز يعمل إيه وعايز يشفت نفسه ومش جيدة أنا خلاص ماضيت مع نادي وخلاص وخلط بالك الأهلي السندي فرانكوفون يعني زيما بيقول عندنا علي معلول ريدا سليم ومودست الخامسة بيكلمه فرنساوي فده شوية هيسهل لهم لبعض يعني اه سهل التعامل كده شوية يعني الخامسة جوة الملعب لو موجودين مع بعض مش عارف ديانج مالي ايه مالي بتهالي انجليزي مش عارف بصراح مالي فرنساوي برضو طب مالي فرنساوي برضو طب يعني ده في ستة لعيبة كولر فرنساوي برضو شوية ألماني هو ألماني أساسي بس برضو نادي فرنكوفون فرنكوفون يعني نلعب في الدور فرنساوي بقى طب خليني أخذك بقى لقصة مباراة الجمعة كابتن حشيش هل بتشوف طبعا جمهور النادي الأهلي عليه عايز تشوف كل صفقات جديدة يعني طبعا مش تقليلا من أسماء كل الأهلي اللي عائبة الأهلي نجوم لكن الجديد دايما عايز تشوفه خصوصا أنه الظهور في مباراة مش عادية دي مباراة بطولة مباراة سوبر أفريقي وبتتلعب في السعودية وبالتأكيد إشتقنا في السعودية يبقوا عينيهم قد كده على الأهلي عشان لا يرحلون في كاس العالم فهل شايف أنه ممكن يبقى فيه مساحة للمشاركة ولا ممكن تبقى مخاطرة على كولر وعليهم بص أنا عايز أقولك إحنا طبعا لازم الناس كلها يعني وأعتقد النادى موجود أنها تتصق في كولر طبعا من خلال اللي شافوه منه خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة من أداء ونتائج وبطولات فهو لازم يعرفه أنه هو الرجل هيعمل الصح اللي شايفوه كبداية ممكن يستغل بعض اللعيبة منهم أنه هم يبقوا دكة لأنه مهمة أوه برضو في المباراة دي أنت ممكن الدكة هي اللي تحسيمها يعني ممكن المباراة اللي زي دي لأنه برضو فيه صعوبة على فكرة ليه في المباراة دي أن دي مباراة واحدة ببطولة 90 ديئة ببطولة بالضبط كلمت في سناريو الماتش طبعا مش محتاجة مجازفة كابتن كبير طبعا مصطفى عبدو كابتن محسن صالح قبلو كابتن سامي أمصان جهاز الفني لندي الأهلي بالكامل أمه الغرف توفيق إن شاء الله بإذن الله كابتن خالد بيبو نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله طبعا مباراة صعبة لأنه أكيد طبعا أكيد يمكن إحنا استعرضنا بعض التصريحات المديل الفني لاتحاد عاصمة كابتن عبدالحق بن شيخ قبل كده هو بيكلم عن المباراة واضح تماما تماما أنه هو عارف قيمة الأهلي وعارف إن الأهلي فرص وعكبر لكن بالتأكيد هو بيكلم لعابته خدفهم الفوز والتتويق حتى لو كنت بتقابل الأهلي لمصر ويحاول يخلق من الضوافع فكرة إنك أنت تتاج بسوبر أفريقي على حساب الأهلي دي في حد ذاتها حاجة مختلفة تماما عايزين نقول إن هو طبعا فريق وايس وعنده بطولات خد بطولات قبل كده ولو اسمه ولو شعبيته بس مش في الأندات كبيرة يا كابتن أه بدليل اللي هو اشترك المولودية ووفاق الصيف وشاوية القبائل وعتقد بلوزداد ممكن يبقوا في الترتيب أعلى كحجم بطولات وتاريخي وهو السنة اللي فاتت من فنش دورة 12 وده يعني كانت طبعا غريبة نشتر طبعا إنوهي هو طبعا المشكلة إن الطموح واحد والطموح زاد أما فنش مطولة كونفدرالية بطل على حساب أندية وزي ما أنت قلت كمان بلعب النادي الأهلي لقدر الله لما يأخذ بطولة من النادي الأهلي دي عنده حاجة كبداية بقى كمان كبتن حشيش إحنا مطشطنا في الدورة هنا بلعب الفريل في متزيل الترتيب بلزاب وتحس إنك بتلعب الفريل بالعب على كاس العالي ضافة قدام الأهلي غير القدراتهم وإمكانياتهم ووضوعهم كله بستنفر الهمم قدام النادي الأهلي لأن النادي الأهلي هم عارفين من النادي الأهلي والنادي الأهلي بدأ الموسم بحمل كبير من البطولات السنة اللي فاتت دي مدياله عبء كبير إنك تكمل على نفس المستوى خصوصاً دي أول بطولة في موسم جديد فكله طبعاً عنده استعداد وكله عنده الدافع إن يبدأ بطولة تتحسب من البداية عشان تحديد الموسم ده كمان مليء بالبطولات يعني أنت داخل بقى على دوري وداخل أنت صاحب اللقب في الدوري وداخل على كاس عالم الأندية يعني عندك بطولات كثيرة جداً جداً فأنت برضو بداية المشاربة تبقى مهم بالضبط تطلع على الأولانية حطورة المباراة زي أقول لك إن هي مباراة ببطولة مظبوط ما فيهاش استنى نعوض بقى في المباراة التانية دي دايماً مهما كان شكل أو حجم أو أسماء المتنفسين 50-50 أو قوتك 50-50 وبيبقى فيها نوع من الحرص ما فيهاش مجازفة لأن المباراة دي زي ما بقولوا بتتخطف فأكيد ده بيعمل حسابات للعيبة والمدرب إنه بيقى فيه بعض الحرص طبعاً في البدايات ما يشوف الفريد اللي قدام لأنه برضو هو مش هيبص الاتحاد العاصمة قبل كده لأن الاتحاد العاصمة ممشي حوالي 12 لعيب 14 14 لعيب وجايب حوالي 13 فرقة جديدة يعني فرقة جديدة فأنت متقدرش تحكم عليهم من قبل كده أنت بتكلم على مجهول برضو بالنسبة لك هل الجديد ده اللي هو انتدبه أو دعم به هل كويس على مستوى اللي فات ولا أقل وفي نفس الوقت لو حتى كده أو كده هل هيدي نوع من الانسجام مضوع التغيير كتير قوي في الفرقة لأنت بتكلم على 13 واحد جايبهم أو 14 واحد جايبهم طب أنت أكيد منهم على الأقل مثلاً تماني حيلعبوا لأنه انت مدعم عشان ما تلعبش أي أكيد طبعاً فدي برضو هل هتدي نوع من عدم الانسجام أو هتدي حافظ مجيل فني لإحترامه طبعاً يعني السجل وفي كرة القدم في شمال أفريقيا أي في المغرب وفي تونس وفي الجزائر ويعرف يرى المباريات يعرف يرى ويعرف يكسب بطول بالزبط كده وكسبان السوبر اللي فات على حساب الوداد يعني والوداد كان بيشارك في السوبر الأفريقي وهو بطل دوري أبطال بالزبط كده بالتالي هو مدرب لي احترامه عنده واضح عنده خبراته هيعرف على الأقل يتعبك يعني مبارا مش هتبقى وبعدين شاف النادي الأهلي بقى أكتر من بطولة فحفظين هم النادي الأهلي وقوام النادي الأهلي الأساسي هو اللي موجود باستثناء الثلاث لعبة الجداد وهل هيبقى بيهم ولا ما يبدأش بيهم ولا هيسيبهم يعني في الدكة تبقى دكة قوية جدا ممكن تنزل تغير مجرات المباراة يعني ممكن كون المباراة بتتلعب في السعودية دي تدخل في حسابات كولر بما أنه هيروح السعودية بعد شهرين ثلاثة يلعب كاس العالم هو أحمد مش هيبص في الكاس العالم خالص مش هيبص في الكاس العالم هو مفيش في دماغه لا بس هو عارف أنه الأشقاء هناك أكيد أكيد بس أنت بتتكلم على فرق في وقت وما يتعرفش برضه هو هيعمليه كولر يعني مش هيحط في اعتباره أنه مثلا مايلعبش ناس عشان يبقى يحتفظ بمنوع من السرية لا كده لأنه أكيد من بعد الماتش الغاية هيلعبوا في سوبر ليج وهيلعبوا في دوري أبطال هيلعبوا أكتر من مقابلة فطبعا لا لو هو الناس جاهزة كلها هتلعب طيب تعال نشوف الأرقام بتاعت اتحاد العاصمة الجزائري طبعا اللي هيواجه الأهلي في دوري سوبر أفريقيا يوم الجمعة اللي جاية طيب نشوف معدل تسجيل واستقبال الأهداف يعني على مدارة 90 دقيقة أفضل أوقات فيها نشاط هجومي وفعالية هجومية بالنسبة طيب الاستقبال الأول عشان يبقى فايل كويس زي أنا بيقولولي إن شاء الله النبرايس تقبلوا فيها وما يسجلوش ده معدل استقبالهم للأهداف يا كابتن حشيش في صلبة دفعية في أول تلت ساعة تقريبا أو خلينا نقول في أول نص ساعة من عمر المباراة تقريبا تقريبا أو نص ساعة بيستقبلوا فيها 10% بس في الأهداف بمناسبة هم أرخمهم دفعيا وهجوميا في بطولة الكونفدرالي السن اللي فاتت مميزة بس كابتن حشيش قال لنا الفرقة اللي هتقابلنا غير فبالتالي ما نقدرش نقيس على النصح اللي فاتت في الجزء الأخير من الشوط الأول فيه معدل استقبال عامي شو89 17% لكن معدل استقبال الأعلى على الإطلاق فيه الربع ساعة الأول من المشوط الثاني أو 20 د aston ربع ساعة ثاني مش شوط التاني ربع ساعة ثاني مش شوت الثاني بذبط كده بيستقبلوا فيه تقريبا تلت الأهداف اللي دخلت شبكة واضح أنهما الجزء الأخير من الشوط الأولاني التركيز بيقع شوية لا لسه اللياقة الشوط التاني إنما الأخير ربع ساعة ممكن يكون خلاص يعني التركيز بيروح شوية كده بيبدأوا متحمسين والتركيز وكده وبعد كده التركيز بيقل شوية طيب معدل تسجيلهم للأهداف طيب خلينا ناخد الأول ده ترتابهم في الدوري السنة اللي فاتت النسخة اللي هم خدوا فيها بطولة الكونفدرالية دي أرقامهم في الدوري الجزائري زي ما احنا شايفين شباب نزداد في المركز الأول شباب كونسطنطنية مركز ثاني ثم بقى شباب الصورة وفاق الصيف يعني بقية الأندية بيجي التحاد العصمة في المركز الاثناشر في ترتيب الدوري لعب تلاتين مباراة فاز في لا دي واحد وتلاتين نقطة أعتقد وأربعين نقطة حققهم على مدار الدوري وسجل واحد وتلاتين واستقبل تلاتين هدف دي كتأرقام مرغم كده بطل كونفدرالية طبعا الترتيب متأخر قوي يعني ما يدلش على قوة الفريق ممكن يبقى فيه ظروف في بقى أندية بتجيد جدا التركيز في بطولة واحدة على مدار الموسم هي دي تراهن عليها ممكن ياخد مثلا بطولة زي بطولة الدوري السعودية عنها احتكاك تحضير طبعا لكن تركيز الفريق كله بيبقى على 10 دقيقة في الشرط الأولاني لا بيسجله فيه وده هو يمكن ده تفسير لأنه هو آخر ربع ساعة في الشرط الأولاني الدفاع ما يكونش كواس ويمركزين على أنه هما يختفوا هدف قبل الاستراحة ده التفسير بتاعه يعني ويمكن هما كمان عندهم حاجة في الدوري الجزائري شوية ممكن معرفش تبقى نقطة مش عارف انت بقى تحكم نقطة ضعفة نقطة قوة أغلب المطشط اللي في الجزائر تلعب من الجيل الصناعي تتعب الفريق شوية أو يبقى دائما متعود على أكيد طبعا سرعة الكرة بتتغير باند الكرة بيتغير طبعا هي بتتعب بس طبعا اللي متعود عليها لأنه هو معظم الملعب بتاعتهم كده فأكيد اللعبة من صغرها متعودة على النجيل الصناعي إنما احنا العكس احنا متعودين على النجيل الطبيعة فاللو بيجي نلعب على صناعي طبعا احساس الكرة بيختلف في الكرة بتيجي على النجيل الطبيعي بتمشي عادي الصناعي يعني الطبط تبقى عالية شوية يعني عزة احساس من اللعين في السنسة مختلف طيب نتمنى التوفين طبعا ومن بكرة هنتابعا حضراتكم رحلة الأهلي في السعودية ان شاء الله وصورا لمعاد المباراة يوم الجمعة خلينا اخد رأيك في قرعة الدوري مبارح اجمالا شفت شايف انه في مقدمات لنسخة جديدة من الدوري المصري في الموسم الجديد والله هنا تمنى هو طبعا القرعة الميزة فيها انها باقي انها مش موجهة طبعا بدليل الفرق اللي هي بتنافس هتقابل بعضها في أول أسبوع بدري بدري فالدوري حيدي نوع من النافس القوية من البداية لان طبعا اللي هيخسر فيهم هيبتدي طبعا ايه يعني هيبقى شدد من أول دي مش هيمش براحته مع فرق ضعيفة ويجمع نقطه بتعلقة ده من البداية هتبقى قوية بالذات اللي بينافس هيلحق نفسه من البداية شكل المنافسة او المركاتو اللي حصل من الأندية المصرية يقولك انه شكل المنافسة ممكن يتغير على مستوى المربع الدهبي مش لازم اقوله المنافسة على اللقب لكن على أساس بشرط واحد ان المحصدش بقى زي اللي بيحصل كل سنة اللي هي القافة بتاع الدور المصري تغيير الأجهزة الفنية يعني الناس يا جماعة مجالس الإدارات تهدى شوية على الفرقة بتاعتها لان مش عيب اننا ابدأ بتعصر شوية نتيجة لعدم توفيق وانت فاكر يا كابتن حشيش المجالس الإدارة اللي بتغير أجهزة فنية بتبقى على قناعة ان القرار ده صح ده أوقات كتير جدا بيبقى كبش فدى يعني اذا كان شاف انه سوء النتائج وحالة غضب بذات اللي عندها الجماهرية دي المجالس الضعيفة هي دي المجالس الضعيفة لان انا لو بصيت للجمهور بتاعي وخدت قراراتي منه لان القرارات الجمهور بيبقى حاسب في اتجاه واحد انما الراجل اللي قاعد في مجلس الإدارة ده عنده أبعاد تانية المفروض يكون عارفها وجوه الموضوع عارف الوضع ايه وانت بتحمل مسؤولية قرارك اما انت كنت صحب قرار في انك انت تختار الجهاز الفني ده وبالتالي رجوعك عن القرار ده مع انك خدت قرار خطأ ده ده بيديك نوعا للناس تقول لها مش واسخة فيك بقى ان انت اخترت غلط بقى انت اخترت ليه ده يعني حتى وان فشل في اول مباراة نتيجة اي ظروف لازم ابقى معاه عشان ااكد ان انا صح انا قراري صح وابتدي ادي له فرصة بس شوية انما على فكرة التغيير مش هيقدي للأفضل لان التغيير ده بالعكس ده ممكن يكعب للدنيا زياد ان انت جيب واحد جديد اه بيجيب واحد جديد مقتنع بالعيبة مش مقتنع بالعيبة فهي اللي كان بيلعبه هيقعادهم هتزعل اخلاق لك مشاكل كتيرة جدا التغيير مش قول لك اصحنا من غير دم جديد عشان بس العملية تيمشي لأ مفيش كلام من ده حاجات دي يا جماعة على اساس علمي سواء الاختيار سواء الاستمرار انما مشوفش كده بره خالص يعني مشوفنش كده ده فيه مدربين بتقعد سنتين وثلاثة متخدش بطولات فانديا كبيرة هناك وبيستمروا ايه اقوى انديا عملت مركاته من وجهة نظرك النادي الاهلي انا شاف عمل مركاته اصلا هي الموضوع مش بالكامة برضه يعني الموضوع انت جايب مين والعيبة عاملة ايه طب افضل ندي بعد الاهلي بيرامدز بيرامدز عمل طبعا اه جايب لعيبة كتيرة بس بيرامدز له وضع تاني بيفتقد حاجات كتيرة للبطولة من اهمها هي الجمهور الكبير اللي بيدعم وبيسند وما بلعبش براحته مش حد في النادي الاهلي بلعب براحته دائما تحت ضغط المربع دهبي هو نفس المربع دهبي الموسم الاخير ولا ترشح اسماء انها تكون موجودة فيه والله طبعا انا ندي الزمالك طبعا بعد الفترة اللي هي اللي فاتت الكبيرة دي اللي عانى فيها كتير والانتخابات بقى اللي جاية والاستقرار وحل المشاكل مرتبطة بحل المشاكل بتاع ندي الزمالك نتمنى انا اتمنى شخصيا حيبقى ندي الزمالك هو ندي الزمالك يعني طبعا والمعادلة في معادلة الكرة المصرية بدون ندي الزمالك في حالته الطبيعية هيبقى فيه خلل هيبقى فيه خلل كبير جدا من اليوم في المائي مش من مصلحة نعلى فكرة يعني حتى احنا كاهلوية مش من مصلحة منتخب مصر ومش من مصلحة الاهلي ومش من مصلحة الاندية الكبيرة ومش من مصلحة منتخب مصر انه الزمالك يبعد نتمنى لان انا انا حابب كاهلي انه يبقى فيه نادي بينفسني بقوة عشان انا مريحش وانا لو راحت وفرقت عن الفرق الثانية بحاجاتي يبقى مش هرتقل مستوية وهتفقد البطولة طعمها واناقها وده شيء اعتقد ان احنا كلنا ما نتمنوش بشكرك شكرا جزيلا يعني ان شاء الله اللقاءنا اللي جاي ما يكونش بعيد وان شاء الله بنهني نفسنا ونهني بعض بأول بطولة واول لقب للأهل في المسلم الجديد بس اجمالا انا اعتقد ان جمهين نادي الأهلة الأهل متفقلة جدا ومستبشلة خير من المسلم الجديد وانا احنا بنلعب في مكان برضو يعتبر نادي الأهل لان الجمهور ان شاء الله انا متعشم وانا هكون اغلب المدرجات هتابقى نادي الأهل ان شاء الله ان شاء الله بإذنه لكل التعفيل فريقنا زي ما قلت لكم بكرة ان شاء الله نبدأ بقى فعليا اللمسات الاخيرة وانتبع معاكم في حلقة بكرة من السادسة اول ايام تدريف سعودية استعدادا لمبارات اتحاد العاصمة بشكر نجم الكبير كابتن محمد حشيش بشكركم على المتابعة تحياتي لكم